أولا أنت بتكتلمي عن حب الشباب حب الشباب ده مشكلة لي أسباب كتير جدا أولا أسباب هيرمونية أسباب بسبب الاسترس والضغط العصبي الأكل الجونج فود حاجة اسمها البي سي او تكايس مبايد فعشان كده بنقدر نعالجها بكذا طريقة بنستخدم مضادات حيوية وبنستخدم رسول مناسب ومرطب مناسب للبشرة الدهنية وبنستخدم وقش شمس مناسب وبنمشي مع العيان إذا اتحسنه فيه طبعا جلسات إذا كان تأشير كيميائي أو درما بين على حسب أصلا أنواع حب الشباب أنواع حب الشباب فيها أكتر من عشر أنواع كل نوع له طريقة وفيه لفلز في العلاج فاحنا بدأت مع العيان بحاجات بسيطة الأول لو اتحسن عليها أوكي لو ما تحسنش في الأكل ويبدأ عن السترس والشمس والحاجات دي فبيبدأ العيان يتحسن وفيه طبعا علاج دوائي ممكن ما شاء الله يعني عامل طفرة في علاج الأمراض الجلدية معظم الأمراض مش هايزة أقول اسمه يعني بس ده بيتاخد لمدة مثلا من 6 إلى 8 شهور ممكن يوصل لسنة نتائجه يعني ممكن يعارج حب الشباب بلا رجعة اشتركوا في القناة ممكن تحسن